ظاهرة عالمية إذ أفاد آخر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أن حوالي حالة من كل مئة حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كانت ناجمة عن الانتحار وأن الانتحار لا يزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم رقم صادم مشاهدين وفي أغلب الدول العربية تشهد حالات الانتحار ارتفاعا غير مسبوك وتشكل تهديدا مخيفا لمجتمعاتنا خصوصا وأن لا حلول ناجعة من أي جهة فلا يكاد يمر يوما لا نسمع فيه عن حالة انتحار في بلداننا العربية مصر العراق المغرب لبنان وغيرها من الدول تفقد كل يوم على القليل أحد مواطنها وللإضاءة على هذه الظاهرة المقلقة نصدف معنا الاستشاري في الطب النفسي دكتور عبدالله أبو عدس والذي ينضم إلينا مباشرة من عمان صباح النور دكتور صباح النور سيدتي لك وللمشاهدين الكرام أهلا وسهلا يعني موضوعنا اليوم ثقيل وحزين نوعا ما ولكن يجب الإضاءة عليه دكتور علماء الاجتماع يقولون أنه عند حدوث عمليات انتحار أكثر من المعتاد في بيئة اجتماعية معينة وضمن محدد فلا يجب النظر إليها كحوادث فردية بل كمؤشر على وجود خلل ما ماذا يقول علم النس في هذا الإطار؟ يعني كل أربعين ثانية نفقد إنسان بسبب الانتحار الانتحار الآن حقيقة المدى انتشاره في العالم هو تقريبا تسعة لكل مائة ألف وهذه أرقام زادت خلال العشرين عام الماضية حقيقة من كل مائة حالة وفاة هناك حالة بسبب الانتحار الانتحار هو عاشر سبب للوفيات بالعالم ورابع سبب الفئة العمرية من خمسة عشر إلى تسعة عام وبالتالي الآن عندما تزيد هذه الأرقام حقيقة في مجتمع معين خلال فترة زمنية معينة نحن هنا نتجاوز فردية الحالات وننظر الآن إلى اجتماعية الحقيقة حقيقة الآن وراء كل رقب من هذه الأرقام هناك معاناة إنسانية هناك حالة حقيقة من الهشاشة في ارتباط الفرد في مجتمعه إذا نظرنا الآن إلى أكثر أشكال الانتحار شيوعا سيدتي نحن نتكلم عن الانتحار الأناني ومعنى انقطاع الآن التواصل الاجتماعي بين الفرد وبين المجتمع يليه الانتحار الإثاري ومعنى زيادة ارتباط الفرد بالمجتمع وبالتالي تقديمه لحياته إكراما لهذا المجتمع ويليه الانتحار اللامعياري الذي حقيقة يفقد فيه الفرد معيارية التواصل مع المجتمع ثم الانتحار القدري الذي الآن يكون بسبب ضغوطات قاهرة وقصرية موجودة في المجتمع الآن هذا أصبح حقيقة ظاهرة تمس أبسط قواعد الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمعات العربية وباقي بلدان العالم بكل الأحوال ومن هنا يجب تسليط المجهر السايكو اجتماعي عليها لأنها حقيقة ظاهرة كما قلنا الآن بزياد يعني لو نظرنا إلى العشرين عام الماضية نرى أن هناك الزياد في إقليم مثلا شرق المتوسط وشمال إفريقيا نتكلم عن ثلاثين بالمئة زيادة خلال العشرين عام الماضية بكل الأحوال طبعا الانتحار هو الفعل العمد الذي يفضي إلى إنهاء الحياة بكل الأحوال سيدتي نعم دكتور عبدالله أن يصل الشخص إلى مرحلة الانتحار فهو حتما في قمة الاستسلام واليأس أيضا بعضنا يعتبر أن الإقدام على الانتحار هو يأس والبعض الآخر يعتبره هروبا ربما من الواقع ومن المواجهة هل الشعور باليأس يجبرنا حتما إلى الهروب اليأس هو مشاعر قوية سيدتي تتضمن السودوية والسلبية تجاه الذات واتجاه المجتمع واتجاه المستقبل ويتضمن اليأس العزلة والانطواء والهروب من مواجهة أبسط التحديات اليومية ومن مواجهة الآن حقيقة التقلبات الآن في الحياة الاجتماعية بكل الأحوال وبالتالي هو يؤدي إلى نوع من الهروب لكن طبعا بكل الأحوال حقيقة اليأس وحالة يجب علينا أن نأخذها بالمعيار الوقائي يعني بمعنى الوقاية من اليأس أمر غاية في الأهمية ومن هنا تعزيز الصحة النفسية والمناع النفسية أمر غاية بالأهمية حتى لا نصل إلى حالة اليأس لكن الآن اليأس هو عبارة عن درجات وبمعنى عند وجود الآن اليأس بالمفهوم العام يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأفكار السلبية بوحده بمفقده أو بمساعدة المقربين لديه أو باللجوء إلى الفرق الطبية المختصة لمساعدته فاليأس الآن يجعل الفرد في غربة عن المجتمع يجعل الفرد متقوقع اتجاه ذاته وبالتالي الآن حقيقة يزيد لليه الآن الشعور بالفناء عن رغبته في البقاء هذا الصراع بين الفناء والبقاء يزيد في حالات اليأس حقيقة وبالتالي يجب علينا أن نعتبر هذه المشاعر من المشاعر التي يجب أن توجهنا إلى ضرورة رصد الآن الشخص الذي يعاني من اليأس بكل الأحوال وتقديم التداخلات السايكو اجتماعية له بكل الأحوال الآن إذا نظرنا حقيقة إلى أسباب اليأس هناك أسباب الآن لها علاقة بالجينات يعني 30% حقيقة من الحالات التي تؤدي إلى اليأس فالاكتئاب فالانتحار هي جينية هناك أسباب بايولوجية لها علاقة بكيمياء الدماغ كمثلا نقوص في العوامل العصبية المغذية طبعا المستبدة من الدماغ نقوص مادة السيروتونين هناك عوامل سايكولوجية لها علاقة الآن حقيقة بفشل الدفاعات السايكولوجية عدم قدرة الفرد في التعامل مع ضغوطات الحياة اليومية وهناك عوامل اجتماعية لها علاقة الآن بالظواهر الاجتماعية كالعنف المجتمعي كانتشار آفة المخدرات كوجود نوع الآن أحيانا حقيقة من القيم الدينية أو الأخلاقية المتراخية في المجتمع وبالتالي هذا كله في نهاية المطاف يفضي إلى شعور اليأس وبالتالي الآن الغربة عن المجتمع تقوقع اتجاه الذات وبالتالي الآن يمكن أن يؤدي هذا إلى حقيقة للإقدام على فلسفة الفعل المتعمد لإنهاء الحياة بكل الأحوال نعم طيب دكتور يعني إجمالا يبدو الشكل وكأن من يقدم على الانتحار أنه أصبح غير مهتم بولا شيء وخلاص يرغى في إنهاء حياة ولكن هناك السلوك أريد أن أسأل حضرتك عنهم البعض يقوم بتوسيق معاناتهم يوثقون إقدامهم على الانتحار على وسائل التواصل الاجتماعي هنا لماذا هذا التصرف وكيف تفسره بعلم النفس برأيك هل هو وسيلة لتخفيف الحكم عليهم هل ما زال يهتم برأي الآخرين أو لماذا يلجأ إلى هذا السلوك يعني كلاسيكيا من 12 إلى 40% ممن أقدموا على الانتحار كاتبوا رسائل أو صوروا الآن حقيقة المحاولة أو الفعل نفسه فبالتالي الكتابة أو التصوير والتوثيق الآن حقيقة هذا شائع عند الأشخاص الذين يقدمون على إنهاء حياتهم طبعا أقدم رسالة انتحار في التاريخ المعاصر تعود إلى عام 1892 موجودة بمتحف برلين كتبها رجل مصري بعنوان حوار يائس مع الحياة وهي موجودة طبعا هذا الآن نوعا ما له عدة أسباب منها السبب الأول أنه يريد أن يوصل رسالة حقيقة لماذا أقدم على هذا الفعل لربما تكون رسالة إنسانية أو رسالة اقتصادية أو سياسية أو دينية في بعض الأوقات حقيقة يريد أن يخفف الآن الشعور بالذنب على أفراد الأسرة المحيطين به بكل الأحوال في بعض الأوقات يريد أن يوصل وصية معينة من خلال هذه الرسائل في بعض الأوقات حقيقة هو نعم يهدف إلى تقليل الآن الحكم أو وصمة العار التي يمكن أن تأتي عليه خصوصا إذا لم تنجح هذه المحاولة وكذلك تقليل وصمة العار على أسرة وذوي بكل الأحوال فبالتالي هذا السلوك الآن موجود وتدون هذه حقيقة الأفعال الآن إذا تم تدوينه على وسائل التواصل الاجتماعي بمعنى لفت الانتباه فهنا موضوع آخر سلوك لفت الانتباه قد يكون الآن لجلب الاهتمام قد يكون استخدام فلسفة دموع الطفل حتى الآن نأخذ التعاطف من المجتمع أو حتى يساعدنا المجتمع في حل بعض القضايا الشخصية أو القضايا ذات الطابع الاقتصادي بكل الأحوال فبالتالي الآن هي توثق وتكتب الهدف الأصل منها وإصار رسالة معينة سواء كان الفعل يفضي إلى الموت أو حقيقة الهدف منه لفت الانتباه بكل الأحوال يعني حقيقة النقطة الأولى للإعلام دور استراتيجي وهو شريك استراتيجي حقيقة في رفع التوعية بقضايا الصحة النفسية وتقليل وصنة العارة حقيقة في موضوع الصحة العالمية الصحة النفسية بشكل عام وطبع المنظمة الصحة العالمية أقرت يوم 10 أكتوبر من كل عام اليوم العالم للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية أقرت يوم 10 أيلول من كل عام يوم للتوعية الآن بقضايا الانتحار والهدف الآن تقليل الآن حقيقة الوصمة أو الوطاية الآن نوعا ما من الانتحار بكل الأحوال طبعا الإعلام له دور رئيسي ودور استراتيجي بمعنى عندما ننقل قضية يجب علينا أن نركز على الشق التوعوي من القضية يجب علينا أن ننتبه للتفاصيل التي نذكرها الآن حقيقة في هذه التغطية والسبب في هذا الموضوع أن هناك تأثير يسمى بتأثير فيرتر أو الانتحار بالتقليد بمعنى الآن فئات المراهقين حقيقة تلتقط كيفية الآن نوعا ما أداء الأفعال الانتحارية وبالتالي يمكن أن تشيع أو تزيد لديهم عملية التقليد لهذه الأفعال وهناك الآن كما قلنا مسؤولية كبيرة في نقل هذه الحوادث كل شخص منتحر يؤثر على 124 شخص بشكل مباشر هذه حسب الدراسات الآن العالمية وبالتالي الآن عندما نتكلم عن الإعلام يجب علينا حقيقة أن دائما وأبدا أن نحاول أن نعظم من فقدان حياة إنسان إذا كان الفعل هو انتحار أن نبرز الأثار المأسوية والكارثية لفقدان حياة إنسان أن نحاول أن نبث رسائل توعوية لها علاقة بقضايا الصحة النفسية ولها علاقة كذلك بخدمات الآن نوعا ما الوقاية من الانتحار التي يجب أن تكون موجودة في معظم المجتمعات العربية الخطوط الساخنة وفرك الآن الوصول إلى الأشخاص وما إلى ذلك ويجب علينا دائما حقيقة أن نعود ونقول أن الانتحار هو مشكلة صحة عامة الانتحار ليس الآن بجريمة يجب علينا أن نصلط الضوء على هذا الموضوع حقيقة بهذه الفلسفة هو موضوع بايولوجي سايكولوجي اجتماعي ثقافي تعددت أسبابه لكن في نهاية المطاف كما قلت وراء كل رقم هناك إنسان وبالتالي يجب علينا أن نصلط الضوء على القضية الإنسانية بكل الأحوال ونحترم كذلك خصوصية العائلات بعدم الآن نشر تفاصيل ليس لها أي معنى على الأطلاق فالمجتمع يراقب الوعي الجمعي يراقب فبالتالي لنتحل بالمسؤولية عندما حقيقة ننقل هذه الأخبار المؤتمرات والندوات التي تحدث والهدف منها الرفع التوعية بقضايا الصحة النفسية ومنع الانتحار هو عبارة عن أسلوب لا أقوى جميل ويجب أن يكون بشكل دوري حقيقة حتى الآن نذكي الوعي الجمعي الوطني والعربي الآن بضرورة الآن حقيقة الانتباه لقضايا الصحة النفسية لا صحة بدون الصحة النفسية مفهوم الصحة العامة يشمل الصحة النفسية والجسدية والصحة الاجتماعية بكل الأحوال سيدتي نعم طبعا هناك كما ذكرت أسباب كثيرة للانتحار ولكن ما هو سبب تطور المجموع التراكمي لحالات الانتحار في بلادنا العربية يعني لو نظرنا إلى العشرين عام الماضية كنا نتكلم تقريبا قبل عشرين عاما أربعة وتسعة لكل مئة ألف حالة اليوم بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية نحن نتكلم عن تسعة لكل مئة ألف حالة وبالتالي الآن نوعا ما طبعا تزيد في إفريقيا تصل إلى 11.4 وفي إقليم شرق المتوسط وشمال إفريقي قد تصل إلى 6.4 فبالتالي نحن نتكلم عن زيادة تقريبا الآن بالأرقام يعني تقارب الثلاثين بالمئة في منطقة المجتمعات العربية طبعا مثلا تشيع في مصر حقيقة أو مصر تحتل الصدارة تليها السودان فالجزائر فالعراق فالمغرب فاليمن وطبعا حقيقة تتفاوت الأرقام لكن نحن نتكلم الآن نوعا ما حقيقة عن يعني ضغوطات الآن هذه الضغوطات بالإجمال العام سواء كانت الاقتصادية أو الأمنية أو حتى ضغوطات اجتماعية التغير المتسارع في المجتمع انتشار الآن قضايا حقيقة تعاطي المؤثرات العقلية زيادة الآن نوعا ما التراكمية في حالات الآن للطرابات النفسية هذا كله الآن شكل عبئ على الفرد وبالتالي أدى إلى هشاشة الفرد وبالتالي أدى حقيقة إلى تقطع روابط الفرد مع المجتمع بكل الأحوال وهنا دور المجتمع كجماعة وظيفية تبث الأمل حقيقة في نفس هذا الفرد وتحاول أن ترفع من سوية هذا الفرد قل نوعا ما في المجتمعات العربية وأصبحنا الآن نوعا ما كل يوم أو يوم وراء يوم نسمع الآن عن فقدان إنسان عربي حقيقة بسبب الانتحار نعم دكتور في مجتمعاتنا للأسف نتعامل مع الموضوع كمسحة نسمع أحد يقول بدأ انتحر الإجابة المنطقية الأولى التي نقولها شو ناطر؟ ما الذي يوقفك؟ لماذا تتأخر؟ ولا ندرك أن أحيانا هذه الكلمات تكون حقيقية وتكون هذه الرغبة حقيقية دكتور ما هي العلامات التي تخبرنا أن الشخص الذي أمامنا ينوي على الإقدام وعلى الانتحار؟ طرحك ذكي جدا سيدتي جدا ذكي حقيقة وهذا نسمع نعم ونسمع حتى في عياداتنا وممارساتنا السريرية يوميا فبالتالي العلامات التي حقيقة يجب أن يصلط عليها الآن المجهر هي محاولات سابقة للانتحار أو إذاء النفس هي الآن التصريح المباشر أو غير المباشر برغبة الإنسان في إنهاء حياته وهذا موضوع يجب أن يؤخذ على محمل الجد بكل الأحوال وجود نوع الآن من العزلة والانطواء عن المجتمع وجود نوع من التراجع في قدرة الفرد على أداء وظائفه الحياتية سواء كانت على الصعيد الأسري أو العملي تخلص الفرد من مقتنياته بطريقة مثيرة لريبة يعني إنسان يتخلص من أمواله أو يتخلص مما يمتلك بطريقة غير مبررة مثلا وجود حقيقة فواجع عانى منها هذا الفرد كانتحار أحد أفراد الأسرة وهنا نقول أن الجينات تلعب حوالي 30% من حقيقة فلسفة الانتحار بكل الأحوال وجود الآن حادث فقدان عمل أو فقدان الآن حقيقة بعض الآن الأدوار الاجتماعية التي تؤثر الآن نوعا ما على الفرد وعلى مستوى الاجتماعي بكل الأحوال تشخيص الآن بأمراض حقيقة يمكن أن تكون مزمنة وجود الآن تعاطي للمؤثرات العقلية أو زيادة في تعاطي المؤثرات العقلية بكل الأحوال تعرض الفرد للأزمات الطبيعية كالزلازل أو مثلا الفيضانات أو ما إلى ذلك حقيقة التغيرات المناخية الآن وانزعاج الفرد منها وهذا معناه التقلبات المزاجية يجب أن تأخذ على محمل الأهمية خصوصا إذا كانت الآن غريبة أو كانت الآن حديثة على الفرد مثلا وجود نوع الآن من الطراب دورة النوم أو من الطراب الشهية على الطعام فرضا الخطاب اليائس ومحاولة الآن نوعا ما إيصال الرسائل بأن الدنيا لم تعد تجدي نفعا أن يعيشها الإنسان بمعنى الآن استشعارنا لحقيقة فلسفة الفناء عند الإنسان أكثر الآن من فلسفة البقاء هنا يجب علينا أن نضع الآن حقيقة المجهر وأن ننظر إلى هذه المحاولات بجدية أمام كل محاولة الآن فعلية للانتحار نجحت هناك عشرين محاولة لم تنجح حقيقة وبالتالي عندما نتكلم عن ثمانمائة ألف حالة عالميا نحن نتكلم الآن عن عشرين ضعف لم تنجح وبالتالي هذه مهيئة لنجاح خلال الفترة حقيقة المقبلة وأكثر عوامل الخطورة يجب أن نرصد حقيقة هو المحاولة السابقة لأن نسبة الآن نوعا ما الانتحار الفعلي تزيد بشكل عالي جدا خلال أول فترة من فشل المحاولة الأولى بكل الأحوال طيب بعد هذه العلامات أو المؤشرات بعد اكتشافها في شخص معين ما الذي يجب القيام به لمساعدة هذا الشخص يعني ضرورة الدعم النفسي سيدتي دائما وأبدا ضرورة الآن توجيه هذا الشخص إلى الفرق النفسي المختصة هذا الآن على صعيد الأسرة وعلى صعيد الفرق النفسية حقيقة لكن كذلك الآن الموضوع يجب أن يؤخذ الآن بتعددية الاختصاصات هو موضوع طبي اجتماعي ديني فلسفي يجب أن تتكاتف الجهات الأهلية والحكومية حتى الآن نرصد الأسباب قلنا لا نستطيع فهم الآن فلسفة الانتحار بمعزل عن الجماعة الجماعة الآن لها تأثير أي المجتمع له تأثير مباشر على الفرد وبالتالي الظواهر الاجتماعية التي تدفع الفرد حقيقة لتوجيه الآن الغضب والعنف اتجاه نفسه وبالتالي إنهاء حياته يجب علينا أن نضحها دائما وأبدا تحت المجهر عدم الآن توفر أدوات الانتحار يعني في بعض المجتمعات توفر وسائل الانتحار وسهولة الحصول عليها قد تفضي إلى الآن إنهاء الحياة مثلا الآن هناك حقيقة يعني مؤشر خطير آخر وهو زيادة حالات الانتحار لدى فئة الأطفال والمراهقين فبالتالي هذه من الفئات الهشة التي يجب أن تأخذ على عين الأهمية حقيقة ويجب علينا أن ننظر إلى الأسباب وندرس الأسباب بطريقة الحلول الذكية يعني دعونا نخرج من الحلول التقليدية الآن الحلول الذكية التي تستهدف مشاكل الشباب أو الفئات الأكثر عرضة حقيقة التقليل من العنف الأسري العنف المجتمعي التقليل الآن من تعاطي المؤثرات العقلية دعم الشباب الآن حقيقة يعني محاولة بث الأمل برسائل متواصلة منطقية ذكية تخاطب عقول الشباب أو الفئات المستهدفة هذه من الأساليب التي حقيقة يجب علينا أن نتكاتف الآن فيها حتى الآن نقلل حقيقة من خطورة الآن حدوث حالات الانتحار بكل الأحوال نعم دكتور لدينا نزعة تكارية في اكتشاف طرق جديدة لوصمات نصف بها الأشياء ونوصم بها الأشياء لدينا وصمة الحديث أصلا عن الانتحار هي موضوع قائم بذاته ولكن سأسألك سؤالي الأخير عائلة من أقدم على الانتحار سواء توفي أم لم يتوفى ينظر لهم المجتمع كمان يعطيهم وصمة ما بطريقة ما هنا كيف نتعامل كيف يكون حال هؤلاء وبماذا تنصحهم يعني النقطة الأولى يجب علينا أن نتكلم بشكل دوري عن الانتحار كغضية صحة عامة حتى نذكي الوعي الجمعي حتى لا يستغرب ويستهجن المجتمع من هذا المصطلح وحتى يتكيف المجتمع مع سماع هذا المصطلح لأن الأرقام تزيد يعني كما ترين سيدتي يجب علينا أن نتكلم دائما وأبدا ونذكي الوعي الجمعي كذلك بقضايا الصحة النفسية بكل الأحوال ويجب علينا دائما وأبدا حقيقة أن ننظر إلى المعاناة الإنسانية وراء الانتحار أو محاولة الانتحار هناك معاناة إنسانية الموضوع ليس فقط أرقام وبالتالي تقديم الدعم النفسي للعائلة محاولة الآن نوعا ما حقيقة يعني إزالة الآن نوعا ما الموضوع من مجرد الآن أنه حالة فردية موجودة في عائلة معينة يمكن أن توصن بأنها قصرت أو يمكن أن توصن بأنها ساهمت الآن أو لم تمنع ابنها أو ذويها من الانتحار هذا الموضوع الآن يتطلب مننا حقيقة الآن لنقل الدعم الذكي حقيقة المستند إلى أسس علمية دعونا ننظر إلى هذه الظاهرة كحالة علمية ونحللها بطريقة علمية ونبتعد الآن بقدر الإمكان عن الوصفات الاجتماعية المجتمع سيصن بكل الأحوال لكن دعونا الآن ننظر إلى الوصمة الإيجابية حقيقة بأن هناك عائلة عانت من معاناة معينة ويجب علينا أن نتكاتف وندعمها ولا يجب علينا أن نقصيها ونهنشها لأن هذا ليس ذنب العائلة بأي شكل من الأشكال سيدتي يعني دكتور خلينا نختم لقاءنا بخطاب نوجهه لجميع مشاهدينا إذا كنتم تشكون في أفكاركم في من حولكم في ربما تفكير أي إنسان في هذا الفعل أرجاء الحصول على المساعدة بمعظم الدول العربية الآن توجد فيها خطوط ساخنة أو توجد فيها طرق للمساعدة وفي حال عدم توفرها التوجه إلى المختصين سواء الجهات المختصة أو أي مساعدة يمكن الحصول عليها الحياة جدا غالية شكرا جزيلا لهذه الفقرة جدا مهمة الاستشاري في الطب النفسي دكتور عبدالله أبو عدس شكرا جزيلا لكم